الملتقى الملتقى سرنزل بحوث السيارات أخذ على عاتقة أن ينظم هذا المؤتمر ويحاول أن يستخدم كل خبراءة على مستوى العالم بأن يتحدث عن موضوع مهم جدا وهو التطرف مكابع التطرف نجد أن نقوم بحاجة من المؤتمرين ويقوم بحاجة حياتي ويقوم بحاجة حياتي أو حياتي يجب أن يكونوا يقومون ويقومون أعتقد أن في جزء من التنظمات الإرهابية التي تعمل في المنطقة العربية فيها تنسيق فكري وأيديولوجيا لا تقتصر على داعش وإنما تقتصر على أيضا على التنظمات الإرهابية المتعلقة بالإسلام السياسة أو تنظمات فرعية للقاعدة أو غيرها السؤال هل هناك استراتيجية حركة بينها أعتقد أن في فكرة إيديولوجيا رابط بين هذه التنظمات بسرعة أو بأخرى هذه الأيديولوجية التي تحملها الحركات الجهادية الإسلامية يعني مصابة بخلل مفاهيمي وخلل فكري وأبسط دليل على ذلك أنه لو نشوف هذه المنطلقات الفكرية التي ينطلقون من عندهم هي لا تنسجم ولا ترتبط بالواقع بشكل واضح الإسلام من اسمه هو سلام لكن تقاعس في الحقيقة وكسل المشايخ أو أساتذة الشريعة الإسلامية في إصال مفهوم الدين أنا أعتبر هذا فشل ما في الدين فشل في من يدرس الدين لا بد أن يعترفوا بهذا الفشل لا بد أن يصححوا مساراتهم هذا كسل حقيقي بتراكمات سنين وصلنا إلى هذه المرحلة إذن وين أنتم صبحوا؟ أنتم من دربتوا أنا أعتقد فيه جزء من الحل مرتبط بالمنظومة المجتمعية والثقافية مطلوب تغيير ديني تغيير الخطاب الديني الخطاب الديني عندنا في العالم العربي خطاب فيه جزء منه متطرف لا بد أن يتم تغييره المناهج التعليمي لا بد أن يتم تغييرها لا بد أن يعاد النظر فيه مناهج التربية الوطنية أن حضرتك تعلمي الطلاب حب الوطن والاعتزاز به في جملة من الإجراءات تقوم بها هو أنه هذا الخطر الفكري الأيدولوجي الذي يتشدق بالإسلام وتعاليم الإسلام ينبغي أن يواجه بضد فكري آخر يعني بمعالجة فكرية وبالتالي إذا جردنا هذه الحركات من مبرراتها الفكرية وحاولنا أن نوضح مدى الخلل لتدعي هذه الحركات راح نجردها من قواعدها الشعبية وبالتالي راح يصبح مسألة الانتماء لها يعني مسألة بحاجة إلى وجهة نظر من قبل اللي ينتبون إلى هذه الحركات people who steal parts of the world's great religions whether it be catholic, protestant, jewish, muslim those religions are religions for good and the people who are faithful in those faiths are productive members of society it's not religion إنها الناس المساعدة كثيراً كثيراً الذين هم المشكلة المشكلة